الجنوب المهمش من جديد هنا في حي العمارات بمدينة باري تحولت شوارعه إلى بيركل ومستنقعات ملوثة منذ ستة أشهر ولا حلول تلوح في الأفق بعد بناشدة الأهالي المسؤولين نحن نحن في حي العمارات حي العمارات يعاني من مشكلة كبيرة جدا وهي مشكلة مياه الصرف والصحي هذه المشكلة لقد نعالنا منها فترة طويلة جدا لها كده مدة ستة شهور توحليا المياه المجاري داخل البيوت وداخل أحياء العمارات بالكامل لا وجهة للمسؤولين لا وجهة للمزلس البلدي كم ساقط يغف علينا وما يجيش يطبقنا في أي شيء البرك الطافحة على سطح الماء لا يتوقف ضررها على البيئة وحسب بل تكمن خطورتها على إحداث ماس كهربائي على خطوط نقل الطاقة والمحاولات وهو ما ينذر بكريثة بيئية على حياة الأهالي وممتلكاتهم شكوى الأهالي تضاعفت بعد أن أوضحوا أن لا مسؤول في المدينة حاول الإصلاح والالتفات لمطالبهم قلت لك العفن هالي عمانة عماننا عيوننا ومرض والله توا يعني نين جاينا حتى الدهوش من العفن والواحد هم اللي تكلمه ماهناش مافيش مسؤولين بقل فباري مافيش مسؤول مافيه مسؤول بقل فباري حق يعني حدث ولا حرج حين يكون الإهمال عنوانا رئيسا في ليبيا وأكثر حضورا في الجنوب مع صيحات أهله الذين أصبحوا على قناعة بأن الحكومات في ليبيا تعرف طريق فباري والجنوب ولا تفعل شيئا ترجمة نانسي قنقر